عندنا عناصر جديدة وده حياخدني لصفقات النادي الاهلي والصفقة الأخيرة بواليا طبعا لعب الجونة اللعب الكنغولي اللي بيقدم موسم أكتر من رائع مع الجونة السنة الفاتد وبيحرص 13 هدف شايف الصفقة دي ازاي وازاي النادي الاهلي يستفيد بيها يعني احنا كابتل بقالنا فترة طويلة جدا بنتكلم على الصفقة دي في النادي الاهلي مش بواليا تحديدا ولكن الصفقة الهجومية للنادي الاهلي الاهلي يعني بقاله أكتر من موسم بيعاني من وجود نقص في الخط الأمامي أو الخط الهجومي فكنا دايما بنبحث عن دقاء الاهلي دعم جاب محمد شريف والحمد لله قبل بلاء حسن وقدر يكله بصمة وبكرة وقدر يكله بدايات قوية معناه الاهلي جاب 3 جوان لغاية دلوقتي وظهر بشكل قوي ومميز جبت احمد ياسر ريان اه كان كورونا عصدرت عليه ولسه ما قدش فرصته جبت صلاح محتن كل دا كان نوع من الدعم الهجوم وتدعيم هذا الخط اللي فيه مشكلات كبيرة بالنسبة للنادي الاهلي انك تجيب صفقة قوية بهذا الشكل زي ويلتر بواليا اللي عم مهاجم الزيب القوي والمميز ومهاجم يعني انت مش جايبه لسه تحط تحت الاختار انت شفته في مواقف كترة جدا وكان كلام عليه كمان من السنة اللي فاتت انه يننتقل لأحد الاندية الكبيرة واللي عجبني في الموضوع ان كمان النادي الاهلي في صفقاته بتحصل بهدوء شديد جدا بدون شوشرة وفي الاخر الامور بتبقى خلاص النادي الاهلي بيعلن انتقال ايا كان اسم اللاعب ده صحيح يعني الاهلي طبعا اكيد متابعوا بشكل كبير جدا متابعوا بفترة طويلة وقدر النادي الاهلي يحسن لغاية ما انتبفوا جات ان الخلاص سخر بتخلص دي عادت نادل الاهلي في حسم صفقاته. لكن هو هيكون داعم كبير جدا للخط الهجومي للنادل الاهلي. الاهلي فعلا محتاج لكده. واعتقد انه مع النادل الاهلي يكون افضل كتير جدا مما كان حتى مع الجونة. لان الاهلي بيلعب هجومي بطبع يعني. فاعتقد كم الفرص اللي هيوصله في في مدشته مع الاهلي. اكتر بكتير جدا من مع الجونة.